وعلى همشي زيارة الرئيس السيسي لمحافظة مطروحة أكد موفد تلفزيون المصري محمد عبدالله على أنه لمس من أهالي المحافظة تقديرهم للزيارة الرئاسية وأيضا تثمينهم للمشروعات الاستثمارية التي تقام على أرض الواقع بالمحافظة أهلا بكم يمكن هي أصغر مدينة مصرية مسحتها 35 كم فقط لكنها بتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة للغاية فهي منفذ مصر البري للبضائع والأفراد على حدود مصر الغربية مع الحدود الليبية هنا في مدينة السلوم واللي عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء الهام مع أبناء محافظة مطروح حقيقة محافظة مطروح بتحظى في الأولى الأخيرة وبالأخص ما بعد عام 2014 بالعديد من التنمية في مختلف القطاعات بلغ حجم الاستثمارات فقط في ميزانية 2020-2021 13.3 مليار جنيه في مختلف القطاعات في القطاعات السين في قطاع الصحة في قطاع التعليم وفي البنية التحتية في محافظة مطروح بمختلف مدنها ومركزها أيضا من من ضمن القطاعات اللي شهدت طفرة كبيرة في الأولى الأخيرة في محافظة مطروح مثل بقية القطاعات الأخرى قطاع السياحة تم إنشاء مدينة العالمين الجديدة اللي بتصنب بأنها مدينة سياحية عالمية الدولة بتخطط لإنشاء مدينة رأس الحكمة على غرار مدينة العالمين واللي هي منتظر أن تتقبل 3 مليون سائح سنويا بمختلف أنواع السياحة الشاطئية وسياحة اليخوت والسياحة البيئية والسياحة الصحراوية اللي هذا التقدم لمسوا وهذا الإنجاز وهذا التحرك على الأرض في مختلف القطاعات لمسوا أبناء محافظة مطروح وبقيت إشادة كبيرة من أبناء المحافظة بما يدور من اجتمام من الدولة وعجل التنمية من الدولة في مختلف القطاعات هنا بمحافظة مطروح أعود إلى زملائي مرة أخرى إلى الاستوديو